تعالنا نروح للاكاديمية الوطنية للتدريب واللي بتستمر فيه تلقي طلبات المشاركة في الحوار الوطني ولسه بنتكلم عليها في مقدمة الحلقة من مختلف قوة وفئات الشعب وشخصياته العامة يعني طول الوقت من وقت اطلاق دعوة فخامة الرئيس للحوار الوطني المصري اللي بيجمع خد بالك من الكلمة دي وانا بأكد عليها كل الطيرات وكل فئات المجتمع وتم تكليف الاكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وتنصيق هذا الحوار وفتح باب المشاركة لكل المصريين طيب الاكاديمية طلقت عدد ضخم جدا من المشاركات والافكار والرؤى والمقترحات من مختلف الجهات والفئات والاحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات والشخصيات العامة والمواطنين اللي ممكن ما يكونوش اشتغلوا سياسة قبل كده بس عنده افكار عنده رؤية بس كده لا والاكاديمية لازالت مستمرة في استقبال الافكار والمقترحات من الجميع ومن اي طيار بتأكد الاكاديمية الوطنية للتدريب على ايه؟ على انهم يا جماعة بيقولك احنا مستمرين في ان احنا نتبع نهج الحياد والتجرد التام في اطار الدور التنظيمي والفني والتنصيقي ولا يوجد اي تدخل ولن يوجد في مضامين الحوار ده تنفيذ لتوجهات رئيس الجمهورية هو طلب كده انا عايز عمل محايد وانه هيتم تشكيل لجنة ايضا هي محايدة بالكلية تشترك من مختلف او تبقى مشتركة يعني من مختلف الشخصيات الوطنية كذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة طيب اللجنة دي هتعمل ايه؟ هتبدأ بقى تجمع هذه المقترحات والرؤى وتعرض للحوار فيصبح المسألة او نصل الى ان احنا نبقى قادرين على اعداد الرؤية الموحدة من كافة القوة بقى اللي بتشارك علشان يتم تمثيل ده في انتاج خارطة طريق نحو الجمهورية الجديدة خدت بالك انا في اول حلقة بقولك ايه؟ المنتوج الاول والرئيسي للحوار الوطني هو وثيقة وثيقة الجمهورية الجديدة طيب وثيقة الجمهورية الجديدة حقيقي احنا محتاج لها محتاج لها في الداخل اولا ومحتاج لها ان الناس بره تبقى فهمة احنا بنقول ايه؟ عايزين ايه؟ توجهاتنا ايه؟ اطار الجمهورية الجديدة دي ايه؟ وبالتالي مسألة الدعوة للحوار الوطني الجديد الحوار الوطني دي ما دعوة اكتر من عظيمة واكتر رائع واكتر من رائع وفي جواها مسألة انه كل الطيرات اهلا وسهلا بالجميع اهلا وسهلا بالجميع اشتركوا في القناة